ابن قلبي ده الجزء مش عارف 19 او 20 انا بس ازوط سمعت شايفني كده كويس ده الجزء مش فكري كام من اشخاص ما تدخلهاش حياتك عشان هيهينه اهلك العلاقة مع الشخص المتقمص تعال لي بكى وانا اقول لك من الشخص المتقمص الشخص المتقمص ده ابن قلبي اللي بتقمص دور هتلاقي حد كده مثلا بيحب عمر دياب فيتقمص دور عمر دياب بيحب الجوكر فيتقمص دور الجوكر بيحب مدرسته بيحب صاحبه بيحب ايه بيحب صاحبه حاجة مقززة جدا هتلاقي نفسك بتتقمص صاحبك برضو هتلاقي هتلاقي والله العظيم بيحصل بيحصل تقلد كلامه وتقلد طريق هزاره وتقلد افهاته وتقلد مواقفه دي حال اسمها التقمص ده مش تقليد خد بالك ده مش تقليد قولي ليه قولي ليه قلت لي ليه هقولك هقولك مش حد غير يلا هيقولك يلا صح هقولك ليه عشان عشان لا المفروض ابص هنا اسمها بص عشان اه اه التقليد لا ده مش تقليد هقولك ليه ده مش تقليد لان التقليد عقلك بيكون مدرك اللي انت بتقلد لك التقمص انت مش مدرك انت بتشوخ الاله انت يا لعل الله فانت بتعمل تصرفات وبتقول كلام لا انت حسه ولا انت فهمه ولا انت مدركه بس انت بتتقمص مش بتقلد لو بتقلد انت ده المشكلة ان الشخص ده ممكن يتقمص حد بيحبه ده الطبيعي طب الفشخة الفشخة ول ما ادعت في الكلمة في الفشخة دي او الخزوق فين قوللي فين انت ممكن تتقمص حد انت اسلام مش بتحبه كات برعوت الشخليلة انت ممكن تتقمص دور الجاني مش المجنع لي ممكن تتقمص مع دور عدوك شخص ن weighing ؟ التقمص مع المعتدي ول ما ادعا بيocrculاتك مين بقى المعتدي هقولك؟ المعتدي ده مثلا يكون انت مثلا اتضربته انت صغير مع ابوك ابوك مسكك فلعك اعمل منك بوستر على الحيطة فتطلع انت معقد ابن ميتين كلب وتطلع تغلف عيل معلمة لها تغلف وتمسك الوقت مش تعمل بوستر تفلق نصك فانا انت بتعمل حاجة اسمها التوحد مع المعتدي فانت كده فلقت امه تقدته في داية فمبروك عليك الفلق فلق فهنا انت بتعمل حركة لا اراضية وبتتفاعل مع اللي ضربك فبتضرب اللي تضرب اللي هو ملوش كزام بقى اصلا وهو طرب تالي المفروض يعني المفترض ان انت تعلم ابنك او الغلط اللي حصل لك ما تعملوش لكن ده ما بيحصلش للأسف ما بيحصلش انت بالعكس في ناس كتير قوي بتتقمص دور اللي تعمل فيها خب بالك خب بالك خب بالك ان مش عيب ان انت تتقمص مش عيب يعني مش عيب مسلا ان انت تقمص مو صلاح وابقى موجو واش عليش استعمل الفاتي انا اسف فانت aj مش عيب ان ان انت تتقمص لكن التقمص دة فترة ويتلغي وتقفل وتبقى مدرك ان ان انت بتتقمص وتبقى فاهم ان أنا انا مش بقلد انا باخد منه اااااااااااaa الزكاة اللي في حد بيتقمص عليك يعني لو انت مثلا واعف واحد بتقمص ابوه وابوه كان ابني ميتين كلب انت هتعمل منك بفتيكة ولو انت يا ابن قلبي تقمصت واعت مع واحدة بتقمص امها هتطلع من الاخر كده انت لازم تكون واعي ومدرك انت بتعمل ايه حتى لو في الفترة من الفترة تقمصت حد افهم انت بتعمل ايه وعايز منه ايه وتاخب منه ايه وتطلع منه ازاي لان فيه ناس بتخش دائرة التقمص بتطعبش تطلع منها فلازم تبقى مدرك ولو انت بيتم عليك فعلة اللي هو فكرة التعرخض مع المعتدي ده خد بالك الشخصية دي مرعبة والشخصية دي هتنفذ اللي حصل في الازى لها وهيحصلوا فيك فانت خد بالك اوي مع الشخصية دي التقمص هاتي ليه كده يا ابن قلب انا طولت عليك بس انا بس انا بقول لك على الامراض النفسية اللي تتجنبها عشان متروحش بداي شكرا حياتي ليه كده يا ابن قلب شكرا